اشتركوا في القناة اللي هي عملته اتنين ده حاجة صعبة جدا فكلنا واثقين ان انت هترجع تاني لسه صغيرة عندها امكانيات قوية جدا عندها موهبة فضيعة منت اللي بدأت تتحسن بشكل كبير جدا وفي ماتشاط الصعبة بتقدر ترجع حتى لخسرانة النهاردة ما اقدرش اقول ان اللعابة اللي قدامها هي اللي كسبت عملت بطولة قوية بس انس النهاردة بصراحة هي اللي خسرت لكن ده ما يمنعش من الانجاز اللي هي عملته وانس جابر لسه عندها اخر السنة دي السنة اللي فاتت عملت بطولة كبيرة السنة دي لسه في اخر السنة واثقين ان هي ان شاء الله ممكن تقدر تكسب وان شاء الله تبقى السنة دي ما تخلص السنة دي قبل ما تاخد وليسه فيه اثنين كتير جاية معها تيم قوي جدا موهبتها عالمية الناس كلها النهاردة كانت بتشجحها ناس بتحب لعبها وبتحبها جوال ملعب وبرا ملعب فنتيجة صعبة النهاردة لكن ان شاء الله تقدر تعاوض وترجع السنة الجاية بس لازم نشكرها على الموجود اللي عملته وعلى الانجاز اللي هي عملته ان حد يوصل لسنتين واربعد فانا لو امبلدون دي حاجة صعبة جدا فشكرا انس جابر على البرفورمانس وعلى الاداء اللي هي عملته السنتين اللي فاتوا في بلدون ومستنيين منك السنين الجاية اداء احسن من كده واسقين ان انت هتقدر يتاخد وهتبي اول لعيبة عربية توصل وتكسب فما تخليش مخسارة النهاردة تحبطك او تقلل من الانجاز اللي انت عملتيه وكلنا متأكدين انك هترجعي اجمد وهتكسبي اه قريب اكيد اشتركوا في القناة